ما هي اخر الاخبار الموجودة لديكم نعم حسين ما لدينا هو جهد الاعمال اليوم منذ ساعات الصباح ليست هناك اي اجتماعات الاجتماع الاول سيكون في تمام الساعة الرابعة تقريبا بتوقيت دمشق هذا الاجتماع يجمع سيد دمستورا المبعوث الدولي لسوريا وايضا وفد الجمهورية العربية السورية في مقر الامم المتحدة هنا في جينيف هذا الاجتماع من المقرر ان يقدم وفد الجمهورية العربية السورية الرد على هذه الورقة التي قدمها امس سيد دمستورا لوفد الجمهورية العربية السورية حسب ما لدينا من معلومات هذه الورقة تتضمن بعض بنود قرار 2254 هذا القرار الدولي الان نحن بانتظار ان يبدأ الاجتماع بين وفد الجمهورية العربية السورية وبين سيد ديمستورا بنهاية هذا الاجتماع ربما يكون هناك مؤتمر صحفي للسيد ديمستورا وربما يكون هناك تصريح للدكتور بشار الجعفري نحن بانتظار الساعة الرابعة بدء الاجتماع لكن أبرز المواقف التي نلاحظها اليوم هنا في جينيف هو الصمت المطبق على الجريمة البشعة التي ارتكبها الإرهاب اليوم في سوريا هناك صمت من قبل الأمم المتحدة للآن ليس هناك إدانة واضحة من قبل الأمم المتحدة لهذا العمل الإرهابي علما أنه منفذ هذا العمل الإرهابي ما تسمى بفتح الشام جبط النصرى سابقا هذا التنظيم مدرج على لائحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة ومن الغريب أنه رغم أنه مدرج على لائحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة وهذا العمل الإرهابي الجبان الذي نفذه اليوم في حمص لكن ليست هناك إدانة هناك صمت غريب من الأمم المتحدة ومن المفروض أن يكون المبعوث الدولي والأمم المتحدة هم وسطراء نزيهين يعني لو افترضنا حدث تفجير في أي مكان في العالم لا شاهدنا الإدانات وشاهدنا المواقف وشاهدنا الكثير من التصريحات لكن عندما يتعرض شعبنا السوري وعندما يتعرض أمنا في سوريا للخطر نقف أمام هذا الصمت الدولي وكان الأمر لا يعني الأمم المتحدة وهذا ربما حسين مؤشر على عدم نزاهة الموقف الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب السوري أيضا الوفود ووفود المعارضات للآن ليس هناك موقف واضح أيضا صمت على هذه الجريمة البشعة علما أنهم ذهبوا إلى أستنى ووقعوا على وقف الأعمال القتالية ونبذ الإرهاب وفصل هذه التنظيمات المسلحة عن التنظيمات الإرهابية وفك الارتباط بجبة النصرى الإرهابية إلا أنهم للآن ليس هناك موقف واضح يدين عمل الإرهاب يرتكبوا تنظيم مدرج على لائحة الإرهاب الدولية هذا الجو اليوم هو ما يسود جينيف هذا ما نتلمسه اليوم ننتظر موقف واضح من الأمم المتحدة ليس هناك موقف هناك صمت ليس هناك موقف من وفود المعارضات وكأن هذا التفجير حاصل في بلد آخر ليس في بلدنا سوريا وكأنه من نزف هذا الدم ليس هو شعبنا السور